نعلم بأن الصين تعمل ضمن المنظومة الأممية للدفع نحو أجندة متسلطة تقف على طرفين قيض مع المبادئ التي قامت عليها المنظمة أي القيم الأمريكية ونجاح خططهم يعتمد على ما إذا كنا نستمر بالتراجع عن أداء دورنا لم يخرج موقف المرشحة لترأس بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن سياق ما سمعه أعضاء مجلس الشيوخ طوال الأسبوع من مرشحي الرئيس جو بايدن من مواقف حازمة ضد الصين والتي وصفتها السفيرة ليندا تامس جريم فيلد نفسها بالخصم الاستراتيجي لأمريكا تصريحات باتت تعزز التكاهنات بأن ما طرأ من تأزم وتدهور في علاقات واشنطن ببكين خلال عهدة الرئيس السابق دونالد ترامب باقن على الأرجح على حاله خلال عهدة بايدن وبالرغم من تعهد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قبل يومين بمقاربة صبورة للقضايا العالقة مع الصين تبدو إدارة بايدن ماضية في استراتيجية الضغط على بكين في الأمن كما في السياسة وقضايا حقوق الإنسان والصحة والاقتصاد فالبيت الأبيض أعلن الأربعاء بأن المعدات التكنولوجية التي يبيعها تجار غير موثوقين مثل شركة هواوي الصينية تشكل تهديداً أمنياً لأمريكا وحلفائها متعهداً بالتعاون مع الحلفاء لتوفير شبكات آمنة لهم وذلك بعد يومين على إعلان البنتاجون تنظيم حاملة الطائرات USS Roosevelt وفرقاطاتها مناورات حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي في أعقاب أنباء عن اختراق المقاتلات الصينية للمجال الجوي التايواني أما في المجال الصحي فقد عبرت إدارة بايدن عن دعمها لتحقيق معمق وواضح في كيفية ظهور جائحة كورونا في الصين وذلك عشية تبدئ تحقيقات فرق منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن هناك وبينما أعلنت إدارة بايدن بأنها تعيد النظر في تصنيف إدارة ترامب للجرائم المرتكبة بحق أقلية الأويغور كمجازر إبادة فإن مسؤوليها شددوا على أن هدف المراجعة هو وضع الآليات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها وبالرغم من الضغوط المستمرة يشي إعلان وزارة الخزانة إرجاء تنفيذ الحضر على الاستثمار في بعض شركات التسلح الصينية حتى مايو وابداء البيت الأبيض انفتاحاً على التعاون المناخي مع الصين بوجود بعض التباين بين سياستين الإدارتين